بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه أخ الأمين العام الإخوة والأخوات الإخوة أعضاء حزب العدالة والتنمية في عبور هذا الوطن إخوان المتتبعون أولاً اسمحوا لي في البداية أن أشكر إخوان الإدارة العامة خاصة على المستوى المركزي وعلى المستوى المحلي أو على المستوى المجالي لأنه أحد العدد ديالهم اللي كان بالرغم من كل الظروف اشتغل لكي يكون هذا التواصل ما بين المركز والمجال وفي هذا الإطار طبعاً ستكون هناك كلمات ستوضح بأن حزب العدالة والتنمية كما هو حزب المؤسسات وحزب الديمقراطية الداخلية أنه لاختيار مرشحي كانت عنده مسترة ناقشها في المجلس الوطني صادق عليه مارسها خلّف يعني طبعاً اختار من خلالها كل المرشحين اللي هم الآلاف واللي اليوم قدمناهم مغاربة وغير يجي الآخر اللي غير يتكلم عليهم بتفصيل مستواهم ومكوناتهم وإلى غير ذلك ولكن بغيت نقول بأنه هذا الاختيار الداخلي هذه الدموقراطية الداخلية طبعاً طبعاً كانت عنده آثار بعض الآثار السلبية وكان ولذلك أول رسالة فهذا المهرجان هي لعموم أعضاء العدالة والتنمية رجالاً ونساءاً اللي كانوا في اللائحة واللي مكانيش في اللائحة واللي يمكن ضلموهم إخوانهم وأخواتهم واللي اليوم هذه فرصة لن تعوض لن ننتظر خمس سنوات أو ست سنوات اليوم الحزب محتاج إليهم جميعاً بمتعاطفيهم بأسرهم بدويهم اليوم هذه مرحلة يدعوكم حزب العدالة والتنمية أن تنهضوا جميعاً يداً واحدة صف واحد صوت واحد لمواجهة التحدي اللي كانعيشه شنو التحدي اللي كانعيشه اليوم التحدي صحيح هذه استحقاقات فيها جوج ديال استحقاقات عارف أنتم ما هدش اللي داروا كامل إحنا عشنا على الأقل منذ ألفين جوج عشنا مع الجيكات عشنا مع الجيويت عشنا مع الجيسات عشنا مع الأموال عشنا مع التدخل عشنا مع السلطة عشنا مع النفوذ عشنا مع شراء الإعلام لكن اليوم مختلف عن سابقه اليوم لا سلطة تعلو فوق سلطة المال اليوم كانت تسعلو أين مصدر هذا المال منينجا هذا اللي جابوا وكينفقوا بهذه الطريقة لكينسا فيه رخص الحجر كان جابوا بطريقة غير مشروعة يجب أن يحاسب عليه اليوم المصدر والطريقة باش كيتوزع هلاش شنو الهدف واش الهدف هو تكون عنده مناصب في البرلمان الهدف اليوم كان عنده تروى وعنده المال شرى النفوذ اليوم بغي شرى السلطة اليوم بغي شرى المقعد شغى يدير به من بعد ولذلك أنا كنقول اليوم اليوم حداري ثم حداري هذا اللي شرى اللي شرى المرشحين اليوم المرشحين الفرادة في الجماعات القاروية ونحن تتبعنا في الحملة كيف اشهدت تخداء من هذا الحزب نحزب العدالة والتنمية بأموال اليوم نحن نخشى ونخاف وانا كنقولها كما مستد الأخ الأمير العام مستد اليوم الدستور كيتكلم على انتخابات حرى ونزية الحرى مست بهذا التدخل ديال الأموال مست بها الطريقة بشعة نحن نخشى أن تمس هذه الأموال حتى الذين يجب أن يكونوا في الحيال التام الله يغلب ضعفنا نحن متيقنون بأن ربما الإدارة الترابية في جلها مزيانة ولكن نخشى أن يدخل هذا المال لهذا المجال فيفسده لأن اليوم كنسمعوه كين اللي كيدير تكوين وراكيبيين ناس شعارات ديال بعض الأحزان واليوم كين اللي كيدير تكوين وكيقولهم الورقة ما يقراهاش وغي يجري على المراقبين وغي يجري على الفارزين وغادي معلش غي يدير وربما يشري حتنوا ديال المكات لذلك اليوم نحن نخشى أن تمسى النزاهة نزاهة الانتخابات نخشى عليه ما كنخافوش علينا كم غاربة خمس عكال كه حزب العدالة والتنمية لأن خمس سنوات مرة خمس سنين ولكن ما بغيناش بلادنا تبصم بعدما بصمت بالقاس الانتخابي بحدف العتبة أن تبصم هذه الانتخابات بالمسي في حريتها وفي نزاهتها نحن سنصمد ولن ندع أحدا يمس الصندوق كيفما كانت الأوضاع في كل مكان وفي كل زمان وفي الأخير أقول نحن نريد التنافس يكون سياسي مزيان البعض على كل حال خرج من الأحزاب السياسية ومن مسؤولين نحن نخشى أن هذا يعني مسؤول سياسي كو كان سابق عن قول أوروبا ما عنده علاقة بالمال ولكن خرج واحد المسؤول اليوم كيكدب كيقول بأنه هذه الحكومة جاءت فعمقت الفوارق الاجتماعية بناء على لانديس دوجيني هو عارف هاد لانديس دوجيني اللي الآن سنوات منين كان هو وزير وإلى غير ذلك كان كيت تحساسب على أسس للسهلاك واليوم كيت تحساسب واحد يعني بالدخل بناء على واحد صفقة اللي تمعت مع إيطاليين وإعطاهم أنه كان دائما خلال عشرات سنة وتكيكو الربعين اليوم طلعت الربعين بناء على هذه الدراسة الجريبية الأولية بشيكو النار هذه الحكومة عمقت من الفوارق كفا كذبا بغيتوا التنافس الحقيقي أجيوا البرامج خليوا عليكم الأموال خليوا عليكم استمالة الإدارة وأجنت نفسه على البرنامج وإحنا شعارنا الديمقراطية المصداقية التنمية ولكن خليني نقول كلمة في المصداقية المصداقية لا تباع ولا تشترى المصداقية ما كيمكن لكش ما كيمكن لكش جي تسبغها وما كيمكن لكش جي شي واحد يمكن جيبه بطريقة بآلية ديمقراطية ويمكن تدير به كتدير به واحد النوع كتسم بها تنمية ولكن المصداقية لا تباع ولا تشترى العدالة والتنمية أعضاؤها مرشحوها صفتهم الأساسية هي المصداقية هذا كش اللي كيقولوا كيديروا كيما تشتير اليوم كيما كتشوفوا قداء سبغتوا ما كتسبدلش شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لكم